25-23 الوكيل الأمين بيقوله الوكيل الأمين من له يُعطى ويُذات اللي بيتعب واللي إسه بيتعب أكتر بيأتيك قوة وبيفتح لك بواب الدنيا وكل شيء أنت عم تذهب وهو معك الرب وعم تعمل عميل الرب وكل شيء بتطلبه وبيأسمه بتاخده مشين هيك ما في بتطلب أنت يقعد بالراحة بالراحة علامة السكة السمع مساكرة فوقك تطلب ولا تأخذ أما بالخدمة بالتعب كل شيء بتطلبه وبتاخده موابع الروح القدس كل شيء الدنيا كلها عندك السلطان أنت دوس الحياة والأقارب وهون بدنا نسمع يعني الإنسان المؤمن ضروري يكون هم بيتعب ويكون أمين وهم بيتعرب كلمين يسمع لشو الهدف أنا بدي أسمع آخر كلمة بعد ما تخلص غرب دي هالأرض بدي أسمع هل أي اللي بتقول تعالى أنت كنت أمين أدخل فرح سيدك ما فيني أنا ما أكون أمين لأنه ما نحني أدخل فرح سيدي إذا ما بكون أمين مش إن هيك هم منقول بيمتك 25-23 قال له سيده نعمم أيها العبد الصالح الأمين كنت أمينا في القليل فأكيمك على الكثير أدخل فرح سيدك أتخلص أبديتك مربوطة بالأمين وبالطعب روحوا تعبوا بالرب لأن الله ليس ظالم لكي ما يتيك إجرى التعبك وهون بدي أقول ملعون من يعمل عمل الرب برخاوي منشوفها بإرمية 48-10 ملعون من يعمل عمل الرب برخاوي الرخاوي لا تمسك صيدا الرخاوي لا تمسك صيدا والمسيح هو سيد للنفوس سيد بشر ومنشوف أنت وقت بتختار التعب وقت أنت بتختار التعب بتنسى التعب وبترتاح بنتيجة النفوس اللي بتخلص لأنك ما بدي تحس بالتعب بتصير دايما بالراحة ليش؟ لأنه الرب يسوع هبتكون معك وحيعزيك ونتيجة تعبك هيكون في تازيه وهونيك بيكون في راحة حقيقية نتيجة صيد الوفير وخلاص النفوس بتنسى تعبك هون بدي أنهي بهذه الكلمة لا تكن راحتك مبنية على تعب الآخرين ما ترتاح أنه غيرك يتعب معك أنت ترتاح الإنسان المسيحي الحقيقي بيكون هو موجود وهم بيقول اجعل الآخرين خلي الآخرين أمامك أمام عيونك وانتي تكون هم تهتم كإنسان مسيحي حقيقي انتي هم تهتم براحتهم وهم تسعى لخلاص نفوسهم ومن خلال شو؟ من خلال تعبك وجهتك بسلاتك وبخدمتك لألن وهون نحن منشوف بمتا عشرة اتنين واربين بيقول ومن سكى أحد هؤلاء الزغار كأسماء بارد فقط فقط بإسمي فالحق أقول لكم إنه لا يضيع إجره ما نسقي بس ماء للشرب بدنا نسقي كمان أنهار ماء حي تفيد مننا لأنه الإنسان منوعدشين للمياه الأرضية عادشين للمياه السماوية وهون بنهي موضوعي وتقول التعب هو راحة المؤمن